اهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة التي نخصصها للحديث عن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وبشكل خاص تأتي هذه الحلقة للتعقيب على ما جاء في مؤتمر أمان الأخير حول حوكمة قطاع الاتصالات سيرافقنا في هذه الحلقة كل من الدكتور مشهور أبو دقة وزير الاتصالات الأسبق أهلا بك دكتور أهلا بك والأستاذة هامة زيدان مديرة المناصرة والمسائلة في اتلاف أمان أهلا بك هامة علما أن وطن واتلاف أمان قد دعايا الوزير الدكتور إصحاق سدق لمشاركة في حلقة تلفزيونية مصورة للحديث أكثر حول حوكمة قطاع الاتصالات وقد فجئنا بالمماطلة مماطلة الوزارة وتحفظها على الظهور والإجابة على تساؤلات الشارع الفلسطيني بحجة أن أجندت الوزير مقتضة بالموعيد وليس لديه الوقت الكافي لذلك بالرغم من محاولات وطن وأمان المستمرة للتنصيق للحلقة على مدار أكثر من شهر ونتساءل هنا أليس للمواطن والمواطن جديرا بالاستماع لرأيه من قبل الحكومة وأيضا من تنتدبه الوزارة للحديث عن هذا الموضوع هذه المرة الثانية التي لا يلبي فيها الوزير دعوة ائتلاف أمان ووطن للمشاركة في شرح سياسات الحكومة في إدارة قطاع الاتصالات مع العلم أنه ووفقا لأمان كان قد أكد مشاركته مسبقا ومن خلال مستشاره في مؤتمر أمان السنوي تحت عنوان حوكمت قطاع الاتصالات ثم عاد لينفي تأكيده السابق ويشير من خلال نفس المستشار بأن الوزير أبدأ الاهتمام ولم يوافق هذا المؤتمر الذي عقد في الحادي عشر من شهر أيلول الماضي تتساءل أمان هنا أيضا ووطن ألا يستحق المواطن الفلسطيني الممول لأكثر من 85% من الموازنة العامة سماع رأي الحكومة ووزرائها حول الخدمات التي يطلقاها ويديرها القطاع الخاص بالنيابة عن الحكومة نبدأ هذه الحلقة بالحديث بداية عن نتائج استطلاع رأي للمواطنين أجرته أمان حول خدمات الاتصالات الثابت والمحمول والإنترنت للعام 2019 فقد كانت من بين أبرز النتائج أن 55% من المستطلعة أراءهم في الضفة الغربية يعتبرون أن جودة خدمة الاتصالات للهاتف الأرضي ما بين جيدة وجيدة جدا مقابل 77% في قطاع غزة وعند الحديث عن سعر خدمة الخط الثابت فقد أظهرت أن نتائجا 71% من المواطنين المستطلعة أراءهم في الضفة الغربية يرون أن أسعار خدمة الاتصالات للهاتف الأرضي مرتفعة مقابل 52% في قطاع غزة ها ما نبدأ معك السمحتي أو أي شيء كيف تشوف مماطلة الوزارة في عدم المشاركة في هذه الخلقة؟ يعني صراحة بعد المؤتمر الذي كان بـ 11-9 كان الحضور الذي كان في هذا المؤتمر هو كل الأطراف ذات العلاقة كانت الوزارة ممثلة في مجموعة من المستشارين والمختصين كنا نأمل أن يكون وزير الاتصالات على رأس هذه المجموعة لأنه بالآخر هو الشخص المسائل أمام المواطنين وحضوره بكونه وزير أيضا حديث في الحكومة الفلسطينية الجديدة في هذا القطاع كان رح يضف له الكثير أول شيء كان رح يكون أقرب للمواطنين من خلال هذا الحضور وثانيا رح يكون على الطلاع في كافة الخبراء والمشاركين ومقدمي الخدمات شو توجهاتهم وشو أراءهم وإيش كان تعليقهم على ما جاء بالمؤتمر وبتوقع المؤتمر عمل صدق كتير كبير التوصيات التي طلعت كانت فيه توافق عالي عليها من قبل المشاركين وإحنا في أمان رح نبعث رسالة جديدة إلى وزير الاتصالات نطلب جلسة استماع مع لي إحنا مبارح بعثنا التوصيات النهائية للمؤتمر مع التقارير واستطلاع الرأي وتقرير وطن وأمان ورح نطلب جلسة استماع مع الوزير حتى يعطينا شو رؤيته لهذه التوصيات وكيف يمكن وضعها على أجندة الوزارة حتى يتم تطبيقها فإحنا دائما في أمان شعرنا واضح المسؤول اللي يخضع لمسائلة المواطنين بيكون دائما أقرب لهم بتكون خططه وطريق التفكير وسياساته أقرب للمواطنين بيقدروا المواطنين من خلال مؤسسات المجتمع المدني أيضا يعطوا رأيهم في هذه السياسات ولما نشارك في وضع سياسات مشتركة إحنا كمام نكون جزء من صنع القرار وجزء من تحمل المسؤولية المسؤول اللي بنقى بنفسه عن هذا الموضوع بيخسر هذا النوع من الدعم من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني فبالتالي يكون طول الوقت ملام أمام المواطن لأنه لم يعرض وجهة نظره دكتور يعني مشهور وأنت لك بعض طويل في موضوع الاتصالات وكونك أيضا وزير الاتصالات الأسبق ولك أيضا دراسة في هذا الموضوع بداية هل لك أن تعطينا فكرة عن قطاع الاتصالات في فلسطين من حيث الحجم التحديات والمهيقات قطاع الاتصالات في فلسطين يمكن فريد من نوعه في المنطقة لأنه بدأ قطاع خاص يعني بالأساس لما استلمت السلطة من الجانب الإسرائيلي استلمت من قطاع خاص إسرائيلي هي شركة بايزك موظمه وبعدين سلمت من قطاع خاص فلسطيني استثمر فيه يعني بدأ كقطاع خاص طبعا ما كانش فيه أنا برأيي التحضير الكافي لتطوير هذا القطاع مع أنه كان فيه عدة دراسات وكان فيه مهام كبيرة عند السلطة أول ما أنشأت يعني القطاع الاتصالات يبدو في ذلك الوقت قطاع هامشي مقارنة مع الهم العام الكبير اللي هو استلام الأرض وعناية الناس خارجين من الشعر السياسي والاقتصادي بالنسبة للناس بشكل عام خارجين من احتلال وقمع وانتفاضة مستمرة وكان قطاع الاتصالات يعني قطاع ومع ذلك نمى القطاع بشكل كويس وكانت وتوقيع الاتفاقيات اللي هي تفاقية الإسرائيلية الفلسطينية بخصوص الاتصالات كانت هي حجر الزاوية وكان بفكر الكل الوقع وزي كل التفاقيات السياسية إنها خمس سنين صحيح لكن استمرت لحتى اليوم هذا وقيدت القطاع بشكل كبير أثرت على نموه أنا برأيي بشكل كتير كتير طبعا هناك ما كان في القمان من ناحية الداخلية كمان قوانين الكافرة بيئة تشريعية كان في القانون 1996 وكان قانون مش بطال يعني بعد ذلك الوقت لكن عافع عليه الزمن يعني تطور القطاع وكان فيه محاولات بس ما نجعت المحاولات طبعا بدأ القطاع بحصرية لشركة الاتصالات الفلسطينية وكان حصرية كمان لشركة جوال جوال طبعا بيقولك لا مش حصرية لأنه كان من أول يوم بالنقال بتنافسه مع المنقال الإسرائيلي الثابت كان في عندهم حصرية وحصرية لا منازع عليها واستمرت العشر سنين للحصرية والجوال ألف ومئتين أظن ألف ومئة وعشرين ألف خط أو ثلث سنين أيهما أبدر يعني أسرع هذا تحصل بسرعة بدأت رخصة جوال بـ 1999 والاتصالات طبعا رخصتها بـ 96 تنتهي الحصرية 2006 و2016 انتهت الرخصة 20 سنة تجددت 2016 هذه باختصار كان في محاولات لإنشاء أو تجاري العصر الحديث من ناحية التشريعات زي إنشاء منظم كدائما متبع بكل عالم مستخل ينظم القطاع خارج عن الإطار السياسي والاقتصادي ودون المصالح وبعد المصالح وفشلت هذه المحاولات في 2009 وخرج قانون ونشر حتى ولم يتم تطبيقه وهذا أول كانت ضربة كبيرة للقطاع كان في عدة محاولات ومساءلات من نجلس تشريع قبل ذلك وأظن لليوم هذا للأسف مندور بنفس الحلقة اللي هو اللي هي اللي بسموها التنظيم القطاع ومراقبة القطاع بشكل وتحريره اليوم بحكي هناك بطلبات عن نوضع وجود هيئة لتنظيم ما فيه هيئة وكمان سياسات واضحة يعني سياسات واضحة وين نحن رايحين بهذا القطاع صارت تجديد رخص وصار فيه رخصة جديدة كمان للنقال اللي هي ريدو أو الوطنية في ذلك الوقت ولم تنشر هاي رخصة ولا هاي رخصة للناس اللي تكون تخاضي على النقاش صحيح ولا تجديد رخصة الاتصالات وأنا برأيي أن حتى رخصة الاتصالات كان المفروض تسير بآلية مختلفة عن اللي صارت فيها لأن عمليا منحت الرخصة بدون مساءلة وبدون نقاش علني بكيفية المحاسبة وبدون شفافية يعني صارت بأماكن مغلقة ما عرفنا اللي هو تم الإعلان عن رخصة وعن تفاصيله وحتى تجديد في الـ 2016 كمان هو المبالغ من دفعات الدنيا بس هل هي المبالغ الصحيحة ولا أهل هو ثمن السوق زي هيك في كتير علامات استفهام على الموضوع حدا أو فيه على الأقل أقل شي بنقدر نقوله أنه ما كانش واضح للناس ماذا يحصل لمجتمعات المجتمع المدني خصوصا أن الاتصالات اليوم صارت زي الكهرباء زي الماء إشي أساسي بالتعليم خصوصا مجتمع مشتت زي مجتمعنا متقاطع الأوصال الاتصالات بتكون طبيعي في الموضوع الشفافية والنزاهة يعني هان لفت نظري في استطلاع أمان كنا نحكي فيه قبل شوي أنه على صعيد النزاهة في خدمة الخط الثابت أظهرت النتائج أن 58% من المستطلع رأوا في الضفة الغربية يرون أن أسعار الخط الثابت غير واضحة غير معلنة ومقابل 36 طبعا في قطع غزة وهذا بتفعني سؤال لما نحكي اليوم عن موضوع مبادئ النزاهة والشفهية في عمل القطع قطع الاتصالات عم بتشوفوا أنه في مشكلة في هاي الزاوية تحديدا كما حكى الدكتور فيما تعلق بإجراءات الترخيص فيما تعلق بمضامينها بالمعايير بالإعلان بكل هاي التفاصيل احنا من أكتر من تلت سنين من طالب بنشر الاتفاقيات بملاحقها لأنه قطع زي قطع الاتصالات هو مساهم كتير رئيسي في الاقتصاد الفلسطيني وهو زي ما تفضل الدكتور خدمة أساسية صارت زي خدمة المياه والكهرباء وإحنا للأسف معظم الاتفاقيات لا يتم نشرها يعني نتطلع قطاع المياه تم الإعلان عن اتفاق تاريخي وطم الوصول له مع إسرائيل مع الاحتلال الإسرائيلي وهديك اليوم بالورشة اللي عملناها مع شركة الاتصالات وسلطة الطاقة رئيس سلطة الطاقة أعلن أنه لا يوجد اتفاق مع الجانب الإسرائيلي وفشلنا للوصول إلى اتفاق فبالتالي ما فيش اتفاقية زي ما تم الإعلان عنها قبل أكم من سنة في قطاع الكهرباء طلبنا بالاتفاقية اللي تم توقعها بين الحكومة وشركة كهرباء محافظة القدس ولم نحصل على هذه الاتفاقية وأدت بالآخر للأزمة الحالية في شركة الكهرباء لأسباب إحنا كمواطنين مش عارفينها اتفاقية الاتصالات في هاي المبالغ الكبيرة في هاي الخدمة اللي زي ما بينا استطلاع الرأي أنه المواطنين نسبة الرضا عنها مش كتير حالية صحيح ونحن ندفع مبالغ مش قليلة مقارنة مع الدول المحيطة فينا مبالغ الاتصالات أو سعر خدمة الاتصالات في فلسطين سواء الأرض أو الجوال غالية أو حتى الانترنت فبالتالي من حقنا هاي الاتفاقيات تكون منشورة على الويب سايت للوزارة نقدر نوصلها بسهولة وغياب قانون الحق في الحصول على المعلومات نرجع طول الوقت ونحكي أنه غياب هذا القانون هو معيق بالنسبة لنا عطل عجلة المسائلة عطل النزاهة وعطل الشفافية في هذا القطاع فنعم هناك مشكلة رئيسية ومشكلة أساسية وفي ظل غياب الجسم المنظم اللي مفروض هو يراقب على كيف تنظم الوزارة هذا القطاع وهل يتم الأخذ بعين الاعتبار لرأي المواطنين والخبراء في وضع السياسات والاستراتيجيات الكبرى غياب هذا الجسم أيضا معضل كبير في هذا الموضوع لأنه من يضع السياسة هو من ينفذها هو من يراقب عليها ومستحيل تجمع هذول التلاتة في نفس الجسم دكتور يعني دائما نحكي عن موضوع خدمة الاتصالات أو الانترنت أول ما يعني بقدر على ذهن المواطن موضوع الأسعار منشوف حتى في استطلاع رأيي أنه 1-2% بيشوف أنه أسعار الاتصالات في فلسطين والانترنت مرتفعة مقارنتان مع الدول منطقة والجوارة حتى مقارنة مع دولة الاحتلال لماذا برأيك؟ القطاع مش محرك بشكل المفروض يعني ما فيه تحوير للقطاع تدخلات الحكومة في هذا المجال كيف؟ حكومة دخلت وأنشأت الحكومة يعني أنا بحكي لك من العصر اللي أنا كنت موجود فيه حتى قبل بشوي كان فيها محاولات لتحرير السوق ووجرت محاولات بس كانت محدودة لأنه جدية بهذا الموضوع لازم يكون فيه هناك نوع من القرارات المستقلة عن المستوى السياسي والاقتصادي وهذا عمرنا ما تمتعنا في فلسطين حتى لما كنت أنا بالوزارة يعني أنا مرة حكيت كلمة وهددت وعملت واضطرت أن أسعبها لسبب أنه قالوا خلاص السوق المالي راح ينهار والبلد راح تخرب ما هو هيك بتجيك بالآخر رسالة لأنه البلد حتخرب وأنت المسؤول عنها وأنت يعني هيك راح يسير فبالطر فيه ضغط لما يكون فيه جسم مستقل وجماعي وزي منظم بيكون عنده الجرعة بيكون القرارات يعني بتحملها الشخص الوزير الفلاني يعني أنا لا ألوم أي وزيرة الحين في أي موقع أنه يقول لك أنه آه فيه أمور بقدرش يعملها ماذا ما الناس بتفكر يعني أنه أحيانا في تفاصيل دائما لا بيكون هناك فيه ضغطات من جهات بيقول لك أنها آخر شي اليوم فيه وضع سياسي زر وضعنا الكبير صحيح آخر ما شي بدي أسمع الواحد أو الرئيس أو الرئيس الوزراء لأي أنه مشكلة البلد مع أنها اليوم اتفاقمت المشكلة ماذا أيام اتفاقت كثير وصار واضح أكثر كمان صحيح صار فيه وضوح خصوصا الفرقات وتأثيرها على التقدم التقني والإبداع وغير وغير وصار إلها مضاعفات المشكلة والمفروض أنها تعالجها الحين بشكل ملاح لكن هناك فيه ضغطات وعشان نتخلص من هذه الضغطات هذا لازم يمكن تطويره شوي بالقوانين القوانين هي العمليات الفصلية يعني أنا اللي شفته كمان بخلال أكم من سنة خلال السلتين أو الثلاثة الماضية أنه صار فيه بدل من كنا فيه تدريجي كان تفكيك للإحتكار الإحتكار عم تزيد يعني هذا هو اللي الواحد مش قادر يفهمه إحنا رحينا عكس التيار يعني اللي بتشوف إنه في الآخر الهيمنة عم تزيد على القطاع الهيمنة الاقتصادية بدل ما تتفكك زي كل أنحاء العالم إحنا لا بنمشي عكس العالم وهذا بدل على شغلة واحدة إنه نقص القوانين والتشريعات ومراقبة هذا القطاع إذا ما عم بتشوف فيه تضارب كمان في المصالح ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذا أكيد واضح دام هيك يعني فيه مقاومة ما هي بتقولك إياها يعني بتعرف المكتوب من عنوانه لما فيه مقاومة لإنشاء جسم منظم فيه أسباب صحيحة طبعا ومين بنعرف الكلام هذا ومين بنفذهش ما عميت واضح إنه فيه إنه فيه الناس عم بتصرق يمين شمال بتقولك إنه مثلا ليش مثلا بنحكي على خط النفاذ خط النفاذ زي التفريغات كم ديفيد على أولى لتحرير السوق واللي هو تفصيل الشبكة إنه خط نفاذ وهذا قدي السعر وهذا وفيه إلها تبعيات وملاحقة خط النفاذ ضلوا خط نفاذ وقف وهذا الكلام إله من الـ 2010 لا يجوز هذا كان إله يعني فترة معينة ولازم يموت هذا انتهى خط النفاذ يعني فيه موضوع خط النفاذ خلينا نشوف بس التقرير التالي اللي هو كمان كان نتحدث عن موضوع الانترنت والفايبر وأيضا مؤتمر أمان اللي جاء تحت عنوان حوكمة قطاع الاتصالات حيث عرض في هذا المؤتمر تحقيق لوطن وأمان تحت عنوان عش الدبابير إلى التفاصيل عش الدبابير تحقيق استقصائي لوطن وأمان أثار جدلا واسعا بعد عرضه خلال مؤتمر الاتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان لحوكمة قطاع الاتصالات في فلسطين وكشف التحقيق الاستقصائي عن انفاق شركة كهرباء محافظة القدس 20 مليون دولار لمد شبكة فايبر على جميع مناطق امتيازها لكن هذه شبكة بقيت شبه ميتة تعريفنا للدبور الدبور من كرر أن يكونوا في عشه ويرفض إعطاء معلومات للصحافة الصحافة الحرة والواعية من حقها أن تصل للحقيقة نحن بالتأكيد لم يكن الهدف شيطنة قطاع الاتصالات أو غيره نحن نعتقد أن قطاع الاتصالات هو قطاع وطني بامتياز زي أي منتج فلسطيني ونحن مع الحوكمة والشفافية لكن هذا لا يعني أننا لا نريد أن نفتح باب النقاش والجدل لذلك لن يكون هذا التحقيق من أجل شيطنة قطاع على قطاع بالعكس دائما نحن نشيطن من يروج للمنتجات الإسرائيلية والاشتراحة الإسرائيلية أنا برأي التحقيق حكا عن قضية كانت مجهولة الناس يعرفوا عن قضية التنافسية مثلا أنه فيه مشكلة بالتنافس ولكن اليوم نحط النقاط على الحروف بالتحقيق واضح أنه فيه مجال لأنه يكون فيه تنافس وفيه تنافس حقيقي واضح أنه فيه صعوبات بتقف أمام فتح وتحرير السوق هذا التحقيق بيّنه وبيّن أنه فيه ضعف كبير من الجهات المسؤولة ومن الحكومة تحديدا ووزاة الاتصالات في هذا الجانب بالرغم من أنه وهذا هي الأساس أنه نحن نحكي عن شركة الكهرباء ونحكي عن صندوق الاستثمار وهذه الجهات لها وزنها في البلد ومع هيك غير قادرة على الحصول على رخصة من أجل أنه منافسة في سوق الإنترنت المشكلة كانت عند الحكومة الحكومة السابقة كانت هي لا ترغب بعمل أي ترخيص بالتالي كان كل مرة انتظار قانون جديد انتظار تعديل على القانون لما أحضرنا جهة استثمارية صندوق الاستثمار أيضاً آخر ما آخر حرر يوميها أعطونا كتاب واضح كان أنه لما يصير هناك في غزة تصالح ما بين الفتح وحماس سنفكر بإعطاكوا الرخصة يعني كانت أي علاقة بين الجهتين وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات ومدخلات حادة خصوصاً بعد جمع اتلاف أمان المزود والمراقب والمنظم لقطاع الاتصالات تحت صقف واحد وعرج المؤتمر في جلسته الأولى على سياسة الحكومة في إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات في حين تعمقت الثانية في واقع خدمة الاتصالات في فلسطين وبيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الجهات القائمة على إدارة قطاع الاتصالات نحن كمجموعة الاتصالات فلسطين منفتحين على أي أفكار لتطوير هذا القطاع بالشركة مع جميع القائمة هذه تطويرها فيها الوزارة والحكومة والشركات العاملة لتطوير هذا القطاع والأهم نحن أيضاً ننشد جميع الشركات في هذا القطاع من أجل حماية هذا القطاع من القرصة الإسرائيلية التي يزداد يوم بعد يوم المسلطنات تتوغل في أراضينا وتقطع الشبكات الإسرائيلية تتوغل وبدعم رسمي ومالي من الحكومة الإسرائيلية اليوم مجموعة من القرارات موجودة بتساعد في محاربة الإسرائيلي واليوم إذا احنا شايفين أنه 30% من السوق مشتاح من الإسرائيلي المنافسة هي الحل مش الحل نكسر 200 شريحة إسرائيلية ونطلعهم أنه هذا إنجاز وطني افتح السوق لحال السوق بعد الحاله كل اللي بنطالب فيه في قطاع اتصالات فلسطيني عادل أسعار مناسبة في متناول الجميع في كل دول العالم هناك وزارة اتصالات هناك هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات ونحن بنطالب أن تكون الهيئة يشارك فيها الجميع ودع المشاركون في المؤتمر إلى تنظيم شفاف ونزيه لقطاع الاتصالات بهدف تحسين جودة وسعر الخدمة المقدمة للجمهور كما أوصى بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات تنفذ سياسة واضحة لوزارة الاتصالات والحكومة في الرقابة والفصل الكامل بين الخدمات المقدمة بالإضافة لتعديل القوانين النظمة لقطاع الاتصالات نزار حبش تلفزيون وطن يعني دكتور بس بنا نستكمل لكونت تحقيقها بالعرض تقرير موضوع للخطوط الخط النفاذ وموضوع اليوم عم نشوف الانترنت عن طريق الكهرباء بس هذا المشروع تعطى لكثير أسباب مثل ما تم عرضه في التحقيق اليوم هل إحنا بالإمكان كفلسطينيين موضوع خط النفاذ نخلص منه بخاصة أنه تكلف عالي على المواطن دون فعليا الاستفادة منه في مقابل أنه فيه هناك خيارات أخرى هو شوف حكاية تخط الدفاذ أو بي اس اي بالتسريم اكسس هو نوع من الطريقة خطوة أولى لتحقيق القطاع للتصالات خلينا بسطها للمستمعين زي خطوط الماء المواسير ثابتة لا تقدرش تعمل لكل واحد نافس كل واحد يحطه خطوطه صحيح الانترنت تقدر تجيبها من أي مكان اللي هي الماء الماء تقدر تجيبها من البير من ميت المطر بتجمع بوزع كل واحد فيه منافسة بتقدر تجيبها من كل شركات معينة تضخم وتحاسب وتعط عدداتها هيك العالم صار يفصل حتى بالكهرباء فصلوا بين التوليد وبين التوزيع القطوط وهيك في الاتصالات البي اس اي اللي هو الخط النفاذ اللي بنعمله أنه كان مفروض يكون فيه فصل بين الانترنت وسمحنا فيه وقت 2011 ممكن هو عشرة أنه كل شركات الانترنت بتقدر تجيب الانترنت من أي مكان أول كان محشور لازم كله يتجيبنا على شركة الاتصالات يعني الماء من مركز واحد ماش لازم مصدر واحد قلنا لأ وقصد الحين أسعار الانترنت صارت اليوم بقرانة تنميلة اه الوشك بضلت في خط النفاذ لأن خط النفاذ فيه عليه احتكار مفيش إلا مكان واحد كان فيه هناك محاولة لشركة الكهرباء أنه اوكي شركة الكهرباء فأنتم بتمدوا فايبر مع الكهرباء لأغراطكو هذا الاتصالات بدكو ممنوع كيف تعملوا الكلام هذا قال لا لا احنا ما بناش دعوة بالاتصالات قال لا لا لأ لكو دعوة كيف ما نكونش دعوة الدعوة تبعاتكو كيف؟ أنه بدكو تسمحوا لكل الشركات المرخصة خصوصا الانترنت إنها تستخدم البنية التحتية تبعاتكو بس هاي المسموع لأنك انت بتمدي أسلاك فعليا نيئة على الحق العام هذا بتحرر شوي السوق بتخلي شركة الاتصالات خصوصا التلحلح هذا مش الحل هذا بيحلش محل البي اس اي أو خط النفاذ لأنه شركة الكهرباء ما بتوصل للبيوت بتوصل للخطوط الرئيسية بتوصل المصانع للشركات الكبيرة بس هاي محاولة صغيرة تقول لشركة الكهرباء لشركة الاتصالات اللي هي تتحكم بالبنية التحتية إنه خفف شوي الأسعار في منافسة حسنة من الجودة تبعاتكو صحيح وغيره المفروض الخطوات اللاحقة تمشي إنه يدخل المنظم أو الوزارة بهذه الحالة إنه تقول لك تعال بدي أشوف أنا كل شأفة وكل سلك قديش تسعير تستخدامه بالمحاسبة الداخلية أو ما بنسميه إحنا الليرك أو التسعير التكلفة قديش بتكلف اللي هو بدك تدخل بمحاسبة الشركة ومحاسبة متخصصة مش حالة محاسبة مش أي مدقق على سبيل المحاسبة محاسب متخصص بهذه المواضيع إنه شو اللي بنحاسب وشو اللي بنحاسب فبعرف كل شأفة قديش بتكلف كل التفاصيل صحيح فيها الحين خدمات تانية بقول لهم أنا أوكي انت تعالى شركات الانترنت بدكت تستخدمها هاي من هنا خط النفاذ بيكلفها الأدب لازم يكون هالأدب وبجهدش المواطن بثمن خط النفاذ وخط انترنت بكون هو المسؤول عنه شركة واحدة تلقي صحيح إنه معروف سعر له إنه مرقص والوزارة تتحكم بهذا السعر الوزارة اللي بتتحكم فيه مش الشركة اللي بتتحكم فيه الوزارة بتقوله أوكي هذا سعر هانتدخل حكومي الوزارة كمنظمة صحيح صحيح لأنه هذه الخط النفاذ هو احتكاري مش خاضع للمنافسة الانترنت منافسة الوزارة بتتحكم مش بقص على الانترنت لأنه بالسوء زي البندورة بالشارع زي الفلافل زي هذا كل منافس بعجبك فلافل بتروح على الواحد ثاني خيارات مفتوح صحيح الناس ما عندها خيارات بخط النفاذ هذا بتتحكم فيه الحكومة بتحطي التسعير تبعات طب أستاذ هامي شوف نحنا كيف المؤتمر قداش كان في نقاشات بصراحة حد حتى في بعض الأحيان بين المزود بين المستفيد بين مختلف الأطراف لكن لافت كان هناك مطالبات بموضوع فتح المنافسة بفتح السوق عدم الاحتكار اليوم انتوا في اتلاف أمان بالنسبة لكم هذا الموضوع موضوع الاتصالات موضوع المنافسة ممنوع موضوع الرقابة على القطاع الخاص والتدخلات الحكومية بالنسبة لكم قداش تشتغلوا على هذا الصياق صراحة إحنا تدخلنا الرئيسي هو هدفنا إنها توصل بجودة عالية أسعار مناسبة وتكون شاملة لجميع المواطنين في مختلف أماكن وجودهم بنفس التكلفة هذا هو هدفنا هلأ واضح إنه إحنا تحديداً هذا العام عم ندخل أكتر لنفهم هاي العلاقة اللي بتربط ما بين القطاع العام والخاص في فلسطين وين ممكن يكون فيه هناك تضارب مصالح كيف ممكن يتأثر على مصلحة المواطن الفلسطيني اللي هو هدفنا بالآخر حماية مصالحه في مؤتمر الاتصالات وكان واضح إنه هناك حالة غليان عند جميع الأطراف يشاركوا في هذا القطاع مزودي الإنترنت غير راضيين شركة الاتصالات حاسة حالها مظلومة وفيه هجوم عليها وريدوا حاسة حالها مظلومة ومش معطي الفرصة والمواطن حاسس حاله مظلوم وبيدفع أسعار عالية وبتم أحياناً وضع أسعار على الفاتورة وهو ما بعرف عنها كل هاي المشاكل بتخلينا كمؤسسة تعنا بالشفافية والنزهة والمسائلة نصلت الضوء على هذا القطاع الأساسي ونطالب بتبني كافة التوصيات اللي طلعت وإحنا حاولنا نشرك الجميع معنا يعني الدكتور مشهور مشكور كان الباحث الرئيس اللي اشتغل على التقرير بس التقرير إحنا وضعناه لمدة شهر تقريباً على صفحة أمان وطلبنا من جميع الناس اللي لهم علاقة في هذا القطاع يزودون بملاحظاتهم وفعلاً أجدنا ملاحظات كان هناك في تواصل وشكاوة وكان في كتير قصص كتير كان في هيك وكان في توصيات لتعديل شغلات في التقرير إضافة أشياء على التقرير برضو احنا أخذناها بعين الاعتبار فبالتالي الملخص لكافة التوصيات اللي طلعت هو ملخص جاي بناء على تفاهم تم من الكل وعلى الحكومة إنها تتبني هاي التوصيات وتعمل على تبنيها وتطبيقها لأنه واضح إنه هذا القطاع في مشاكل والحكومة برأينا أنا كمؤسسة مجتمع مدني وكمواطن أنا ما بحاسب لا أريده ولا جوال ولا الاتصالات ولا مزودي الانترنت أنا اللي بحاسبه الحكومة الفلسطينية اللي هي مسؤولة عن تنظيم هاي الخدمة ومسؤولة عن إنها توصلني بجودة عالية وسار منيح وتوصل لكافة المواطنين بكافة أماكن تواجدهم دكتور اليوم نحكي عن البيئة التشريعية لموضوع الاتصالات نحكي عن قانون اتصالات رقم 3 لسنة 1997 كان هناك تحديثات على التشريعات فيما يطالك بموضوع الاتصالات ولا نحن لستنا على تشريعات قديمة؟ القانون اللي بتحكم لليوم هو 96 صار المفروض عدة قارات وزرية على مستوى الوزارة زي التنافسية بقطاع الاتصالات صار في عدة أشياء في اصدار رقص جديدة للنطاق العريض اللي هي كل الشركات ما كانش أول أول ما بدأ الخطاعه قبل الانترنت ما كانش في شركة الاتصالات وحتى كان الناس يجيبوا من إسرائيل مباشرة لأنه كإسرائيل بدأت من الانترنت قبلنا صحيح صار في قارات وزرية إنها تسمع وإنشأت عدة شركات وكانت في يوم الأيام كل الشركات تشتغل عند شركة الاتصالات يعني ما فيش فيها المنافسة وبدأت تدريجيا بدأت المنافسة في قطاع الانترنت لكن ما اكتملت الموضوع ما اكتمل من أهم أعتقد الإخفاقات اللي فيه اللي هو فشل في حكاية إنشاء يمكن المنظم المستقل الآن فيه دول اشتغلت بشفافية بدون منظم اشتغلت على الموضوع المنظم في فترتك دكتور؟ طبعا نعم بقولك وقفت القانون 2009 طلعوا وانتشروا لازم نحط منظم ونحطش منظم يعني أي مواطن بدأ يروحي على المحكمة العليا أقولك فيه قانون ليش الحكومة فشلت إنشاء معه منظم فهذا فشل حكومي يعني إلا أنه فيش عند كان توافق وتدخل السياسي كان هو أحجم على تعيين منظم وصار القانون منشور وما مضي من عند رئيس ومنشور بالوقائع يعني في 2009 منشور بالوقائع ولم يطبق ولم يطبق لليوم هذا ممكن كانك كثير بحل و بنظم موضوع الاتصالات طبعا لأنه تحب نظر هذا الارغة كامل يعني فيه حدة أشياء اللي كتبت فيه التوصيات مثلا كان فيه نقوص بالقانون والقانون هذا أنا برأيي صار فيه تلاعب يعني أنا بقدر أقولك أنه صار فيه تلاعب يعني كان فيه لجان في مجلس الوزراء وليجان حطت القانون وفجأة لأنه رأى عند رئيس قانون تاني ومن عند رئيس رأى للوزير غير رأى حقنا وإحنا لمشيك القانون لطلعنا عن مجلس الوزراء شيء مختلف شيء مختلف هذا كان وموجود وفيه بسخ من القانون يعني الرئيس عدله بعد ما أجل مجلس الوزراء لا مش هيك يعني الخلل مش عند مجلس الوزراء الخلل فيه لما طلع من مجلس الوزراء صيغة لأنه الخلل لا قبل يعني لا حرام الرئيس ساءل هذا القانون طلعته لا يا ساءلت الرئيس مش هذا كان مقرر يعني أقرر رئيس لا ما أقررش ما أقرر ما أقرر ما أقرر اللي إحنا طلعنا بس ما كانش كامل لأنه في الآخر ما طلعش من مجلس الوزراء عمليا هاما اليوم نحكي عنه يعني برأيك كيف ممكن ضمان الشمولية والتنافسية والجودة والأسعار مناسبة في تقديم خدمة الاتصالات كيف ممكن نضمن هي القوانين والتشريعات والجسم المنظم هذا هو اللي رح يضمن كمؤسسات مجتمع دماء مدني لكم دور في هذا الصياعات إحنا صراحة لما تم الحديث عن القانون طلبنا مباشرة عند النظر في تعديلات على القانون إنه بدنا نكون كمؤسسات مجتمع مدني جزء من المراجعة ووضع التعديلات إنه ما يكون النقاش محتكر ما بين الحكومة والشركات المقدمة للخدمة لا بدنا صوت الخبراء وصوت مؤسسات المجتمع المدني اللي هي بتعكي الصوت المواطن واضح إنه هذا القطاع السياسة التنافسية في ضعيفة وهذا كان واضح والخوف إنه يتم الاتفاق ما بين المزودين الإنترنت وبعرفش إذا هم متفقين أصلا لأنه حاليا إحنا منشوف الأسعار صارت كتير متشابهة وحتى لما تتصل على شركة تسأل على الإنترنت بطلبوا رقم تليفونك إذا شافوك شابك مع شركة تانية برضوش يعطوك عرض يعني ففيه كمان خوف إنه هل القوانين عندنا بتمنع الشركات إنها تتطفق على الأسعار ساعتها لأنه هذا ضرب أساسي لمبدأ التنافس ورح الأسعار عندنا تضلها وحدة وكل الشركات فيش تنافس بناتهم فبالتالي المواطن هو رح يكون الخاسر الأكبر عشان يجب نتضل نرجع نساء شو دور الحكومة في التدخل في هذا الصياح؟ هذا هو دورها الأساسي بدنا جسم منظم بدنا قوانين عادلة بدنا ينفتح السوق للمنافسة حتى تتقدم الخدمة بجودة أعلى وبأسعار مناسبة للجميع دكتور ماذا عن ملف من مناح الترخيص للشركات العاملة قطاع الإتصالات؟ كيف يمكن تطبيق الرخصة الموحدة في فلسطين؟ يعني ممكن أنت تدي رخصة تعمل عدة خدمات ما في داعي تقسم وتأثرها اليوم في رخص طلعت ملهاش تخدمات لأنه في ترددات هي عامة الكل يستخدمها يعني بدكش ترخيص بالله وفي ترخيص لا مثلا اليوم بيقولك أنه عشان تمد فايبر ما بدك ترخيص بدك إذنات إذن مثلا البلديات الشغلات زيكت لأنه عند البلدية تسمح لك تمد فالفايبر ما بده وعشان هيك نحن نقول مش لازم أنه شركة كرباء القدس يكون عندها رخصة على الإطلاق ومش لازم تشتغل بالإنترنت أساسا هي عبارة عن بنية تحتية المرخصين يستخدموا وفي رخصة موحدة بتسمح لك لعدة أنواع من الخدمات تعملها يعني في جهة أنك لو تترخص لهذه وتدفع لهذه وتدفع لهذه وتدفع في نطاق عريض خلاص بتغطي كل الترخيص وما في داعي اليوم عندك عدة أنواع من الرخص عندك رخصة السف آي عندك رخص الواي فاي رخص اللطاق العريض رخص أكثر من نوعه هذا كان المفروض نتخلص منه برخصة واحدة تسمح لك تشتغل بها ممكن نعكاس على الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين عندما بتوحد كل هاي الرخص وثلاثة الخدمة أيضا طبعا مش هيك بس بتسهل عملية البيروكرياتية كل هيتها أنه خلاص أنت عندك رخصة تشتغل في عدة خدمات عندك الوايب الى رخصة اللي هي الوايس اوفر انترنت في عدة من الرخص هاي المفروض احنا ما إلها كلها الواحدة كل واحدة لسعر كمان المفروض هذا كل هيته كنا نوحده في رخصة واحدة اليوم هامل لما نحكي عن موضوع دور مؤسسات المجتمع المدني بمعنى هل يتم التشاور معكم؟ طلبتم أن يكون فيه تشاور بس هل كان في استجابة من قبل الأطراف؟ يعني الحكومة استجابت معكم من أجل التشاور معكم؟ شو كان ردهم؟ عن موضوع الاتصالات؟ بزرط؟ لحديث هلأ لم يصلنا رد رسمي على هذا الموضوع احنا بعثنا التوصيات لجميع الأطراف ذات العلاقة ورح ندعو لجلسة مسائلة أو استماع لوزير الاتصالات حتى يخبرنا كيف رح يطبق هاي التوصيات انتو نزلتوا على صفحاتكم بوست كمان انه على موضوع مشاركة في الحكومة عفوا في الحلقة ولا حد الان ما كانش في اي تفاعل مقبل الوزارة صحيح؟ للأسف يعني احنا منشوف حالنا صوت المواطن فبالتالي منواجب الوزير انه يستمع للمواطن اللي بيتمثله مؤسسات المجتمع المدني خاصة انه احنا في مختصين يعني احنا اي موضوع بحاجة لمختص يوضح لك تفاصيله اكتر احنا دائما بيكون معنا مختصين واحنا بنحاول نعكس مصلحة المواطن الحوار اساسي في قضايا وعدم احترام رأي المواطنين ممكن يؤدي لردة فعل عكسية عندهم زي ما صار معنا في موضوع الضمان الاجتماعي صحيح فهي القوانين اللي بتأثر مباشرة على خدمات اساسية بتمس حياة المواطن وميزانيته الشهرية بشكل مباشر يجب اخطاعها لنقاش مع المواطنين من خلال ممثليهم ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني في ظل غياب طبعا المجلس التشريعي اللي هو كتير خربش الوضع في البلد وبطل فيه هناك صوت واضح للمواطنين باستثناء مؤسسات المجتمع المدني اليوم نحكى المسائل المجتمعية كمان في اليوم حراك اسمه بكفي بكفي وكان معنا الحراك بصراحة كان معنا في المؤتمر وطرحوا وجهة نظرهم وكانوا على التزام عالي بصراحة في المؤتمر وهم كانوا بيحكسوا صوت المواطن في الشارع شو بيحكي عن خدمة الاتصالات بكل وضوح وهذه الحراكات اللي لازم تأخذ بعين الاعتبار اي حراك مجتمعي لأي قضية يفترض على الحكومة والمسؤولين يخذوها بجدية يسمعوا شو المواطن بطالب يسمعوا كيف المواطن شايف الخدمة او كيف شايف القانون او شو بده من هذه المؤسسة او هاي الوزارة ويخذوها بعين الاعتبار حين وضع السياسات مش تكون السياسات بجهة وتوجهات المواطن واحتياجاته بجهة اخرى وهي كمان اجندة السياسات الوطنية التي اعتمدتها الحكومة السابقة كان المبدأ الاساسي لهذه الحكومة المواطن اولا فما بما ان المواطن اولا يجب ان يسمع رأي المواطن يجب ان يشارك في وضع السياسات والاولويات او يعرف عنها على الاقل طيب دكتور السؤال اخير في هذا السياق لما نحكي عن التدخلات الحكومية في قطاع الاتصالات هل بتشعر ان الحكومة تاريخيا ما كانش هالتدخل القوي تجاه هذا القطاع يعني على سبيل المثال ما نحكي انه لما بعض الشركات تعلن عن بعض العروض نتشف انه هاي العروض مش صحيحة او مش واضحة او مش دقيقة هل كان هناك تدخلات من قبل الحكومات في تصحية في فرض عقوبات في اي اجراءات انه فعلا هاي الشركات او هذا القطاع يكون اكثر انتظاما اكيد الحكومة اتدخلت في السابق لكن الحكومة بتتدخل في لطاق القانون يعني انت تخرجش على القانون بعتمد برضو على يعني اديش الحكومة او الوزير المختص بتدخل يعني بأخذ بكل نشيط في هذا الموضوع وتاريخيا اختلفت بين وزير ووزير يعني الوزراء كلية مش كلهم زي بعض كل واحد بكون مطلع اكثر في واحد بكون مطلع اقل لكن دائما دائما كان في نقص بالخبرات بتعرف شركات الاتصالات غنية بتعريفا وكان عندهم دائما يجيبوا الخبرات اللي هي اخر الخبرات واخر التكنولوجيا بالعالم وهذا كان مش متلولي والحكومة كان فيها عندها حصلنا عدة مرات على كحكومة يعني او كوزارة على خبرات بنك دولي وغيره بس لكن كان في نطاق محدود يعني ما كانت تقدر تجاري شركات الاتصالات في هذا الموضوع التدخل للحكومة قداما كان محدود على كل اللطاق وغير وجودي وغير وجودي وقبلي وبعدي طبعا باختلاف الوزراء واختلاف الاوقات لكن برضو خطاع الاتصالات نظم تطور كثير تطور بشكل بحيث انه كان مفروض يلزموا تطور قانوني ونحن دخل علينا السياسي يعني المشاكلنا السياسية ما أدت أولوية لهذه القطاعات خدمية انه ما قدرنا تجاري يعني لما تجي تحكي تقول والله بدي التوقيع الالتروني او توقيع مش عادي ما كانش موجود صحيح تسعى اشي ثانوي بالنسبة للمصائب اللي احنا فيها على ما أخذ سهل فهذا كان هو المعاناة دايما في وزارة الاتصالات يعني كان النقاش بقطاع الاتصالات في مجلد الاتصالات دايما كان محدود نعم هاما يعني بأقل من نصف دقيقة اليوم شو المطلوب شو التوصية في موضوع قطاع الاتصالات وتنظيمة احنا شفنا مطالباتكم بموضوع وجود هيئة لتنظيم هذا أهم التوصية برأيك يعني هو وجود هيئة توصية مهمة جدا مراجعة القوانين جعلها عصرية وقابلة إنها تتطور مع تطور هذا القطاع اللي تلوعته في تطور أيضا مهم ضمان التنافس عشان الأسعار تصير أكثر مناسبة أيضا مهم نشر المعلومات والاتفاقيات مهمة يعني هي كتير تفاصيل مدناها في أربع خمس صفحات إحنا بالآخر ورح نظلنا رح نعمل مناصرة وضغط حتى يتم تبني كافة هذه التوصيات من قبل الحكومة نعم الدكتور مشهور أبو دقة وزير الاتصالات الأسبق شكرا لك على هذه المشاركة وشكرا أيضا وصول لأستاذ هاما زيدان مديرة المناصرة والمسائلة في اتلاف آمان شكرا مرة أخرى إلى هنا نص المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة دمتم برعاية الله وإلى اللقاء